دكتورة ازاي رتم الحياة السريع انعكس على الكتابة للطفل بص انا بقعاني بالرتم السريع جدا والحاجات اللي بتحصل فجأة يعني وفيه حاجات بتتغير بسرعة يعني كان فيه حاجات بنعرفها زمان دلوقتي مش بنعرفها بس هقولك حاجة انا دلوقتي كنت بتفرج عليكم فيه ناس بتلعب شطرانج لعب الشطرانج ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الولاد يقبلوا على القراءة ليه؟ لان مخهم شغال جامد جدا بيبقوا عايزين معلومات جامدة جدا كتيرة فبيضطروا بقى يبتدوا يستعملوا التكنولوجيا وبعدين يبتدوا لقوها مش بساعداهم لان النور بيطقطع والميديا بتدلهمش حاجات وعايزين شبكة انترنت فبيروخوا يتجهوا للكتب غصبا عنهم فبتدوا وسلاقيهم بداية شطرانج لكن النهاية معلومات بتخش بسرعة المخ اشتغل اه انت شغلت مخك بالزبط فانا دايما اقول يا جماع الكتاب مش 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 مكروب مش وباء لا تحطوا الكتب في البيت لمجرد يعني ما تتخلصيش طيب من الكتب بتاعة المدرسة بأسرع ما يمكن بمجرد ما الولاد يخلصوا يعني دي ظاهرة عشان ما حسسوش حتى ان انت كنت بتذاكر عشان شوية دول وخلاص يلا ارمي الكتب بالزبط انا عندي كتب بتاعتي من سنة اولى ابتدائي يعني انا عندي كتب اولى ابتدائي عشان البيت نفسه كده فانا البيت كده بابا بحافظ لنا عليها مجلدها وحاطتها دي كتب هالة ودي كتب مجدي يعني حس ان انا وانا دلوقتي بفتش في مكتبة بابا بعد رحيله رحمة الله ايه ده بابا محتفظ بكتبي لحد من اولى ابتدائي لحد سنوية عامة وانا لقيت كتب الجامعة ايه ده يعني كان بيحتفظ بيها مش مش حاسس ان هو بيحتفظ بيها عشان هالة لا هو بيحتفظ بيها عشان دي تراث يعني ودكتب يحتفظ تمان من افضل الناس اللي كتبوا للطفل دكتور يعقوب هو مش حكاية افضل هو خانحاتتها في حياته رسالة يعني بابا حط الكتابة للطفل رسالة وهو من خلال الكتابة قال حاجات كتيرة جدا للعالم بدليل ان الكتاب بتاعه ليلة النار فاز على مستوى العالم والترجم لاربعة وربعين لغة كام واحد في مصر ارى هذا الكتاب غير الادباء كام واحد دور على هذا الكتاب الكتاب ده بيتكلم على العشوائيات وازاي هم متحدين ومتكتلين مع بعض بانهم ينجحوا في انهم يقوموا الحاجات اللي بيجي لهم يعني منطقة حرقت تاني يوم الصبح كانت مبنية ازاي ازاي بابا راح عاش معاهم راح عاش في العشوائيات وشافي الناس دي بتعمل ايه وبتتصرف ازاي وبتجيب فلوس ازاي عشان يقدر يعبر عشان يقدر يكتب بيروح يسافر يعني انا بقوله يا بابا انا ما عرفش عامل زيك يعني راح الجارة دي واحة واحة الجارة دي عاش فيها خمسة ايام وجا كتب رواية معجزة في الصحراء يعني عمل معايشة لازم يعيش اذا كتب لك وصف لبسوهم ووصف حاجتهم ليهم التقوس انا تعلمت منه ده نسافر ونشوف الموقف ايه ونكتبه ونرجع بقى نبتدي نكتب الروايات ده يمكن بيخلي الاطفال يقروا يعني لما بتكون الرواية اولها مشوق الطفل بيقرأ بيقرأها على الميديا بيقرأها على الورا انا عايزة بقى اقف عند النقطة دي